هقول لك في فيديو النهاردة ازاي تشغل سخانك الغاز على ضغط المية الضعيف اللي عندك لو انت في ادوار اخيرة او انت مسلا في منطقة المية فيها ضعيفة جدا فالسخان الغاز مش رادي يشتغل معك عشان اصلا المية ضعيفة فمش عارف تشغل السخان بتاعك نعمل ايه فكرة بسطة جدا هقول لك عليها النهاردة هتخليك السخان بتاعك يشتغل اه حتى لو المية عندك ضغطها ضعيف ولكن اعزك تركز معها في الفيديو النهاردة هو بسيط جدا وصغير حوالي اربع دقايق ولكن هقول لك الفكرة اللي هتخليك تشغل السخان بتاعك بدغط مية القليل وبرضو تكون فكرة امنة ما فياش اي مشاكل وما يكونش فيها اي خطورة عليك اه طبعا الشرح ده لاي نوع سخان غاز ستة لتر خمسة لتر عشرة لتر اي نوع سخان او اي مركة خليك معايا في فيديو النهاردة اهلا بكم مرة تانية يا جماعة زي ما تشايفين كده ده سخان ستة لتر اه تمام وزي ما قلنا انه شرح لاي نوع سخان مش لشي معين طيب الفكرة كل بساطة هي ان بيبقى انت في الدورة الاخير اه فبيكون المية ضعيفة شوية او بتكون مركب خزان شغال على مية خزان فمية بتكون ضعيفة برضو او هي المنطقة نفسها هي المية فيها ضعيفة وطبعا معروف ان السخانات الغاز عشان تشتغل بتبقى محتاجة ضغط مية كويس شوية عشان تبدأ تشتغل الفكرة وبكل البساطة زي ما تشايفين هنا الجزء ده بيكون فيه المفتاح بتاع كمية المية اللي بتحكم في كمية المية اللي نزلة المية السخنة يعني تمام لما بنوطي المفتاح ده لتحت كده زي ما تشايفين المية السخنة بتقل معانا ولما بنرفعها المفروض ان هي بتزيد بس لما نوطي المفتاح ده لتحت جامد كده اه بنلاقي انه السخان فاصل زي ما تشايفين ولما بنرفعه الفوق المفروض ان المية اه بتقل شوية في السخان ولكن هو بيبدأ السخان يشتغل. طيب مكر واحد يكون بيسمعنا دلوقتي مش فاهمه متلاغة. بص يا سيدة كل بساطة الموضوع سهل جدا وبسيط. المحبس اللي انت شايفه اللي انا بنحرك فيه فوق وتحت ده. لما بنرفعه الفوق. تمام? بيعمل ايه? بيخلي المية اللي نزلة من السخان اللي هي المية اصلا المية السخنة. بيخليها تنزل من الحنفية اقل شوية ولكن بيخلي السخان يشتغل بالمية الضعيفة دي. فاهمين? فهو بيقل المية اللي نزلة من الحنفية. ولكن بيزود الضغط على الجلد بتاعت الرداخ فالسخان يشتغل بقل ضغط مية. لكن لما بنوطي المحبس انت شايفينه ده لتحت. اللي بيحصل انه لما بنوطيه لتحت. اه بنزود المية اللي نزلة من السخان اه. ولكن السخان ممكن ما يشتغلش. لانه اه الضغط ده مش كافي ان هو يشغل الجلدة ويشغل يضغط على الجلدة ويشغل السخان. طيب انت متلقبط ومش فهم الكلام اللي انا بقوله ده خالص تعمل ايه? تفك سخانك يا ريس. وتبدأ ترفع مستاح المية ده الفوق زي ما انا عملت كده. ده لو المية عندك اصلا ضعيفة والسخان مش راضي يشتغل. تمام كده? بكل بساطة. ترفع المحبس ده الفوق وتجرب. اول اول تحت يعني ممكن يكون فيه سخان تاني مختلف ولكن هو في معظم السخنات المفروض ان احنا بنرفع لفوق كده المحبس اتجاه فوق او اتجاه يمين كده بحيس ان هو يبدأ يشتغل معايا على ضغط المية الضعيف. ولكنه كمان لما احنا بنعمل كده اه او بنخلي اه ضغط المية يكون يعني اه قليل النازل من الحنفية. كل ما ضغط المية زاد على مجموعة الرداخ. فبالتالي طبعا السخان هيشتغل معاك اه بقل ضغط مية. كتير جدا احنا ممكن نغير جلدة الرداخ اصلا وبعد ما نغير الجلدة السخان ما هيشتغلش فنحتاج ان احنا نرفع المفتاح ده عشان نزود ضغط المية على الكويتشة فبالتالي السخان يشتغل اه ملحوظة اه احنا عندنا هنا لما بيقدر ركب الوش ده بيكون في سنتين بيركبه عادي خالص مش دين ملحوظة بقى الملحوظة انا لسه هقولها دلوقتي. ملحوظة ان فيه برضو سخنات بيكون فيها تلات مفاتيح. مش مفتاح واحد في النص زي كده بتروس. لأ بيكون فيها تلات مفاتيح جنبه بعض. فيهم واحد بتعضغط المية برضو. فانت بتلفه برضو بنعمل نفس الشرح بتاع النهاردة. وحتى لو هو سخان عشرة لتر او سخان ستة لتر او خمسة لتر يعني اي سخان غاز فيه مفتاح للمية بتعمل فيه كده. الاكرة دي بيكون لها سنتين بتلفه من وشمال لحد ما تركب كده في مكانها. وكان ممكن نعمل فكرة النهاردة من غير ما نفك وش السخان خالص من خلال اكرة اه المية. ولو السخان المفتاح بتاع المية عافش هتلاقي فيديو في الوصف ازاي تحل المشكلة دي. فما تنساش اللايك والاشتراك وتكتب لنا كومنت وتعمل شير عشان الناس كلها تستفاد وكل الناس آآ يوصلها الفيديو. هشوفكم الفيديو اللي جاي مع الف سلام. اشتركوا في القناة